يسابق الزمن في صباح يوم جديد يعمل في ظروف استثنائية بات الخطر الوبائي فيها يهدد العالم ويشتاحه هنا في غرفة الإنعاش بمركز العزل الصحي الخاص بمجابهة جائحة كورونا يجري الطبيب علي رضا وزملائه عملية اختبار أجهزة التنفس الصناعي وبقية المعدات المقدمة من مكتب صحة العالمية وما تم جمعها من مستشفى النصر الحكومي بمدينة الضالع واللزيمة عند حجر المصابين بالفيروس في حال تفشيه أكملنا التجهيزات الكاملة باستقبال الحالات لصابة بفيروس كورونا وأيضا طاقم متواجد بأكمله اليوم بنسبة الاستثاح وأيضا متوفر لدينا أجهزة معدات وهي 24 عاش كوادر طبية ومتخصصة تم استدعاؤها إلى مركز العزل ضمن حملة استنفار واسعة للسلطات المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة استعدادا لخوض معركة قادمة قد تكون مع وباء بات يعصف بالعالم إن لم تكن مع الأمراض الحمية الخمسة المنتشرة بالمدينة منها الملاريا والضنك والديفيتيريا وسط تخوفات من تصديرها عبر اللاجئين الأفارقة والقادمين بطريقة غير مشروعة طبعا بالنسبة لنا كيف نسوى علم السلطات المحافظة نطمح أن يكون لدينا المرحلة الأولى على أقل 100 سرير و20 سرير إنعاش تم توفير الآن أربعة أجهزة خاصة في الإنعاش الحالة الحارقة ولدينا ثلاثة أجهزة تم أخذها من المصريفية المحافظة لتعطية الاحتياج لا سمع الله إذا وصلت حالة إلينا السعة السريرة الحالية هي 60 سرير مركز العزل بالضالع هو الأول والوحيد على مستوى المحافظة أنشئت حسبا لوباء انتشر في بلدان كانتشار النار في الهشيم وصار كابوسا يؤرق حياة الناس ليرى هؤلاء واجب الحيطة والحذر عبر وسائل متاحة لهم في محافظة تشهد حربا مستمرة مع الحوثيين وبات قطاعها الصحي يفتقر للكثير ترجمة نانسي قنقر